هيا معنا فيلم الدكتور يوسري جميل بيبين مثال العملية باستخدام الجراحة الملاحية حالك تشرح حلمة كده هو إحنا الأسهم دي كلها ده كده المخ بيبلينا على خريطة ومحطوط معاه الأشعة بتاعة المريض وباين عليه المكان اللي أنا دخله وبالتالي أنا داخل بالقالة الجراحية السودة اللي إحنا شايفينها بتتحرك دي هقدر أحكم أدخل منين وأدخل إزاي بعيدا عن الأنسجة الحساسة جدا المريض ده بيبقى محطوط له الجهاز الجراحة الملاحية ومحطوط له أجهزة قياس لاستحساسات الأعصاب في كل حتة وبالتالي لما أقرب من مركز الحركة هيديني إشارة هقرب من مركز الكلام هيديني إشارة هقرب من مركز الإحساس هيديني إشارة وانا شايف قطاع عرضي وقطاع طول بالضبط كده أنا بقدر أعرف بالأبعاد السلاسية مكاني فين بالقالة الجراحية بتاعتي وهعمل إيه وكمان بستخدم تقنية المنظر والميكروسكوب مدمجة مع ده علشان أحصل على تكبير أعلى يعني كمان بعد ما وصلها بالملاحة الجراحية بكبرها بالميكروسكوب عشان أبقى شايف كل خلية أنا شغلت فيها بالضبط وبالتالي أقدر أستخدم بقى طولز كتير جدا ممكن أستخدم وانا بشيل الورم الموجات الصوتية لتفتيت هذا الورم وشيله بمنتهى السهولة من غير ما حتى أعمل اهتزاز أو ارتجاج لأنسجة المخ وأنا بشتغل عشان ده يتأثر عليه طبعا طبعا كلنا تعاملنا مع أنسجة المخ وعارفين أن المخ ده حاجة حساسة جدا يعني حاجة ضعيفة جدا جدا بالتالي أقدر أعمل العملية بتاعتي دي كمان من فتحة صغيرة جدا ممكن تبقى صغيرة صغيرة جدا وصل بنا الأمر لما يسمى بالأويكرنيوتومي أو الجراحة الياقظة يعني إيه الجراحة ياقظة؟ المريض يبقى واخد بنج موضعي بس وفايق مش مركب أنبو التنفس مش بياخد بنج كلي وبعمل عملية استقصال ورم في المخ من على مركز الكلام وأنا بتكلم مع المريض عشان أقدر أتابع الكلام بتاع المريض هو صاحب هو صاحب صاحب بيكلمك طبعا والكلام ده أنا عملته في مستشفى الأصر العيني المجاني من أكتر من عشر سنين مش بنتكلم في خيال ده علم والعلم ده عمال بيتطور وإحنا بنواكب بفضل الله تعالى التطور العلمي المزهر اللي برا وقدرنا نقطع فيه شوت كبير جدا جدا زينا زي برا وبقينا بالنافس كمان بنتائج أحساب طب يطرى الملاحة الجراحية بتحتاجوها في كل العمليات ولا العمليات الحساسة اللي زي مورتها لنا كده في معظم العمليات يعني أنا لو عندي عربيتين في البيت مثلا عربية محترمة ونظيفة وزي الفل وفيها نافيجيتور وهقدر أوصل بيها بشكل كويس جدا وعربية ما فيهاش وأنا رايح مشوار مهم كل عملياتنا مهمة كل مريض تحت إيدينا هو شخص مهم جدا 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 احنا مش بنصنع به مجد لنا ده احنا بنتعامل مع أمانة ربنا حطها بين إيدينا وبالتالي لما أقدر أستخدم الجراحة الملاحية عمري ما أقدر أستغنع عنها في أي عيان أنا كنت بقول للزمائل دامي أبتور يسري أنا بشوف مئات المرضى لكن المريض بيشوف دكتور واحد بالضبط فهو بالنسبة له هو المريض الوحيد ده حقيقة هو قدام الدكتور ده المريض الوحيد ده حقيقة طيب إيه أحتس بقى حاجة وطمنا عن اللي جاي بقى في الجراحة الملاحية طبعا الجراحة الملاحية كانت فيه حاجات بتعقها زي لما بنستخدم الإنفراريد والإنفراريد اللي هي الموجاء الأشعة تحت الحمراء وإنت بتشتغل في العمليات لو حاجة اعترضت الأشعة الحمراء بتعيد تاني حساباتك من جديد وتعيد تاخد وقت النهاردة بنستخدم إلكتروماجنيتك ويفز أو الموجات الكهروميغناطيسية بدقتها العالية وبحساسيتها العالية جدا جدا وفي نفس الوقت ما بأخدش وقت في حساب معدلاتي أثناء العملية الجراحية الأهم من ذلك إن أنا أدمجت الحاجات التانية زي المايكروسكوب زي المنظار مع هذه التقنية من الجراحة الأمر بيتطلب مننا إن إحنا كل شوية نقف على الجديد بره ونجيبه ونستحدثه ونحطه يمكن عشان كده عملياتنا بتبقى مكلفة لكن التكلفة دي بتروح في مكانها في مكانها ليه؟ لأن أنا النهاردة ما بقاش عندي ما بقاش مسموح لبني وبن نفسي أنا ندخل عملية واشيل 60% من الورام واسيب 40% ماشيل حتى الأورام الشديدة الحساسية اللي في أماكن بعيدة جدا أنا بقدر من فضل الله أتعامل معها واشيلها لكن النتائج أحسن وأحسن في الجراحات الحميدة لأورام المخ الحميدة لأن ده ورام أنت بتشيله بتعمل مجود كبير جدا ما بيرجعش تاني زي الورام الخبيس الخبيس هو أعموما يا دكتور يسري ما بتيجي دايما نسرت التكلفة بقول لهم يا جماعة الطب مكلف الطب أصبح سلعة غالية بيتصرف عليه غير الخبرات والأطباء الأجهزة نفسها بقت غالية جدا ولازم حد هيدفع هذه التكلفة بس في النهاية النتائج تبرر طبعا تبرر هذه التكلفة النهاردة في مجال زي مخ والأعصاب أي غلطة أي بعد عن المكان هيكلفني كتير جدا ده حي فأنا ده أنا هاجة أطلب منك لو أنا اللي هعمل عملية هاجة أطلب من دكتور يسري اعمل لي بالملاحية وعمل لي بالمكروسكوب وأحدث شيء عندك ده حي ده صحيح